بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموضيع بيسأل الساحرة إزاي بتعرف إن الشخص ده محمي إيه التمن اللي الساحر بيدفعه للشياطين عشان يتعوه؟ لو مش سر إيه هو العقد أو الاتفاق اللي بينك وبين الشياطين؟ الساحرة دي بجد قلبها ميت لو واحد مننا تابع لجين معين إذا أخطأ بيحسبك بالقتل نتيجي لحظة لازم الشياطين تاخد الشخص أو الطفل اللي رهنوا في العقد بتقول إن ممكن امرأة تدخل المقاور خلال فترة الحيض وفي الحالة دي الشياطين وهل بتحتاجي صورة الشخص أو اسمه أو أي حاجة علشان تعملي له سحر؟ وهنا الساحرة بتشرح إزاي بتقوم بعملية السحر يدع اعتراف خطير جدا من هذه الساحرة متخيل نفسي أمه اللي أنا معرفهاش أنت بتبعت إجارات أمه وأنا رايح له أنا شايف نفسي أمه نماز كلمة نماز معناها صلاة من فضلكم عاوزاكم تركزوا معايا جدا في حلقة النهاردة هنتعرف على أسرار عالم السحر وسحر المقابر وتسخير الساحر للجن والشياطين من خلال اعترافات ساحرة ما زالت تمارس السحر إلى هذه اللحظة وهنعرف في حلقة النهاردة ما الذي يجعل الساحر لا يستطيع أن يسحرك أو ما يقدرش يعمل لك عمل رقم اتنين ما هو الثمن الذي يدفعه الساحر للشياطين في مقابل عمل السحر رقم تلاتة ما الذي يمكن أن يجعل الساحر يتحكم فيك أو يتمكن منك وأخيرا ودي أهم نقطة من فضلكم ركزوا عليها كويس جدا ما هي العلاقة بين السحر والشياطين وموضوع الطاقة والوعي والتواصل والتأمل السحرة اللي هنشوفها مع بعض ما زالت تمارس السحر إلى الآن وبالرغم من أنها تعبد الشيطان لكنها هتكشف لنا معلومات سرية للغاية وفي منتهى الخطورة تعالوا نسمع الموزيع بيسأل السحرة بيقول لها إيه الموزيع بيسأل السحرة هل من الصعب التأثير على شخص أو عمل سحري ضره لو الشخص ده تفكيره سليم ونقي يعني على الفطرة السحرة بتقول أن العالم مليء بالأديان زي البوزية والهندوسية واليهودية والمسيحية ومع وجود أديان مختلفة لكن السحرة بموضوعية تعترف أنه صعب جدا التأثير بالسحرة على المسلمين بالذات طب ليه يا ستة يا سحرة بتقول الكلام ده؟ تعالوا نسمعها هتقول إيه وركزوا جدا في كلامها السحرة بتقول المسلمين على اتصال دائم بالله كلمة أغريقور عند السحرة معناها إله بتقول المسلمون يؤدون الصلاة كل يوم ويقرؤون الكرآن ويذكرون الله باستمرار لذلك لما بتحاول السحرة دي تعمل سحر المسلم بتقول إنها لا تستطيع هنا السحرة بتقول المسلمين دايما محميين كأن في حاجز أو حجاب بيحفظهم ويحميهم من الشياطين وصعب جدا التأثير عليهم أو سحرهم وكأن في ملايكة بتحفظهم وده نفس كلام سحر المدينة المنورة في اعترافهم في أول سحر أبعث السحرة إلى شخص كنا نبينا سحرة فيرجعون يقولون ما وجدنا فأبعث بعد ذلك أقوى من النوع الأول رجعون يقولون ما لقنا رحنا إلى بيته ما لقنا يقول فقمت عملت سحر بعثت المرده والعفاريت وفي كل مرة لا يجدونه وهو موجود في بيته وفي عمله وفي دوامه سألت المرأة السيدة اللي كانت بتسحر هذا الرجل أنه شنو يسوي بالضبط يعني كيف رتحك هذا كانت أنه يبقى في المسجد من صناة المغرب إلى صناة العشاء ماذا كان يفعل؟ كان يقرأ القرآن فهذا النوع اللي لا يمسهم السحر ولا يتمسهم الجن هم أحفظوها قراء القرآن سورة الكهف من الجمعة للجمعة والذين يواضبون على الأذكار الصباح والمساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ومع إن السحرة دي باعت نفسها للشيطان لكنها بتعترف بالحقيقة وبتقول لما بتحاول التأثير على شخص مسلم فإنها تفشل لأن المسلم بيلجأ إلى الله ويدعو ربه أو يستعيد بالله أو يقرأ بعض آيات الكرآن هنا السحرة بتقول في الحقيقة كتير من المسلمين بيختلفوا تماما عن الذين يذهبون إلى الكنيسة طب ليه يا سحرة بتقول كده مسلمين بيؤمنوا بالله بصدق وبإخلاص مخلصين له الدين ولذلك الله بيحميهم من السحر ويحفظهم من شياطين الإنس والجن وصدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشي ماهم فهم لا يبصرون ونفهم من كلام السحرة أن من يستعين بغير الله لن تكون له هذه الحماية حتى لو كان مسلم فهو مسلم غير حقيقي بحسب كلام السحرة الروسية تعالوا الكمل حوار السحرة هنا الموضيع بيسأل السحرة إزاي بتعرفي ده يعني إزاي بتعرف إن الشخص ده محمي بيقول لها على سبيل المثال لو وجدت أثر الشخص المسلم يعني صرته مثلا إيه الخطوة اللي بعدها هل بتحولي تأثري عليه وبتفشلي السحرة بتعترف إنها لما بتتخيل صورة الشخص المسلم وبتركز عليه كويس جدا عشان تقدر تسحره صورة الشخص بتختفي تماما وبتقول في حاجة بتيجي بسرعة وتمنعها من الاستمرار في عمل السحر للشخص ده وبتشتت تركزها فمثلا بعد ما تنظر لصورة الشخص المسلم وتبدأ في التأثير عليه صورته بتختفي من ذهنها ولذلك السحرة تعترف إنها متأكدة أن هناك قوة تحمي وتحفظ هذا الشخص المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هنا الموضيع بيتعجب وبيسألها هل الحماية للمسلمين فقط تاني وبتعترف الساحرة وتقول نعم وللأسف ساحرة أجنبية تعرف هذه الحقيقة وكثير من المسلمين لا يقدرون نعمة حفظ الله لهم ويجروا وراء التأمل واليوجا والطاقة التي ما أنزل الله بها من سلطان وهي طريق إلى السحر والشرك بالله وزي ما شفنا حالا السحرة بتحاول التأثير من خلال تخيل صورة الشخص اسمحوا لي هنا أسألكم سؤال موضوع التأثير على الشخص من خلال التخيل ده بيفكركم بمين؟ مين اللي بيستخدم سحر التخيل وبيوهم الناس إن ده تواصل وطاقة؟ أنا لما بغمض عيني فعلا وشوف حده قدامي طاقته بتبقى قدامي في عالم الطاقة وجسمه بيتأثر في عالم المادة ودلوقتي أكيد كلنا عاوزين نعرف هل الشياطين بتساعد الساحر في عمل السحر مجانا؟ ولا عشان دمه خفيف مثلا؟ ولا يطرى إيه المقابل؟ إيه التمن اللي الساحر بيدفعه للشياطين عشان يتعوه؟ تعالوا نشوف المزيع بيسأل الساحرة جانا بيقول لها إيه؟ جانا بيقول لها وإحنا بنتكلم مع بعض إنتي قلتي إن هناك ارتباط بينك وبين بعض القوى وبيسألها لو مش سر إيه هو العقد أو الاتفاق اللي بينك وبين الشياطين؟ يعني بتتفعلهم إيه في مقابل إنهم يخدموك ويساعدوك في عمل السحر؟ رد الساحرة كان مفاجئة بتقول إنها ما تقدرش تتكلم في الموضوع ده نهائي ممنوع الساحر يقول هو دفع إيه لهذه الشياطين يعني ده سر بينهم وده تقريبا نفس الكلام اللي قاله الساحر السوداني التائب حامد آدم بيعتبر أنه دعي المحاجيكة وأن المحاجيكة دي مفروض أنا ما أتكلم لكم بيهو ليه؟ لأنه مفروض تقطع الرجبة دي تقطع الرجبة دي Did you know that at the time of concluding the contract but you stipulated in advance what would you pay with? هنا الموزيح بيسأل الساحرة عند الاتفاق بينك وبين الشياطين هل هناك شروط بتحدد هتدفعي إيه في المقابل؟ I've paid in full because I lost everything the most precious I had I was charged a very high price for that afterwards I buried my entire family I buried while I lost a child I buried my parents I buried my brother This whole chain that happened literally within three years الساحرة بتقول إنها فعلا دفعت التمن ونفذت جميع الشروط اللي طلبتها منها الشياطين وفقدت أثمن وأغلى ما لديها وإنها دفنت عائلتها بالكامل ومتلها طفل دفنت أبوها وأمها ودفنت أخوها وكل ده حصل خلال ثلاث سنين فقط I was shown and told that it was a payment الساحرة هنا بتقول إن الأرواح الشريرة قالت لها إن ده كانت من لازم تدفعه لأنها عملت بعض الأخطاء الساحرة دي بجد قلبها ميت ونفس الكلام ده على فكرة قاله الساحر السوداني تائب حامد آدم إن الخطأ مع هؤلاء الشياطين قد يكلف الساحر أو حتى الجن اللي بيتبعوهم حياته طبعا كلنا بنتعجب وعايزين نعرف ما الذي يجعل الساحر يستمر في عمله مع إن التمن اللي بيدفعه غالي جدا وهو نفس سؤال المزيع للساحرة ما الذي يحصل عليه الساحر الذي يعمل مع الأرواح الشريرة أو مع هذه الكائنات وهذه الشياطين الساحرة بترد وتفضح الساحرة كلهم وتقول إن ده بيعتمد على رغبة الساحر نفسه بعض الساحرة عاوزين فلوس بعضهم عاوزين شهرة ومجد ولازم الساحر يدفع التمن وبتعترف الساحرة إن الساحر مستعد إنه يرهن أطفاله ولاد أولاده أو أحفاده للشيطان في مقابل إنه يستحم ويغرأ في الفلوس وده نفس الكلام تقريبا اللي قاله الساحر اليمني التائب الشيخ داود فرحات فوهبني كي أورثه في شغلته الذي يمارسها كما قال وهبت ولدي خدام أو شي لله يبهوت ولكن أخيراً سيأتي موقع عندما يجب أن تأخذ الشيطان يعني هتيجي لحظة لازم الشيطان تأخذ الشخص أو الطفل اللي رهنوا في العقد يعني لازم في مقابل وفي تمن يدفعوا الساحر أو أي شخص بيتعاون مع الشيطان أو الجن أو الروحانيين زي ما البعض بيسميهم اليومين دول وكل ما كان طلب الساحر كبير جلوبل كل ما كان التمن أغلى جلوبل تعالوا نسمع السؤال اللي جاي وركزه كويس جداً الموزيع بيسأل السحرة انت اشتغلتي مع الأرواح الشريرة وبعدها اشتغلتي في سحر الكبور ممكن تحكي لنا عن سحر الكبور وازاي بتعمليه ولا دا سر بترد السحرة وبتقول انها بتستمتع بعمل سحر المقابر وان هناك طاقة موت في الأماكن ديه وبالذات في الجنازات واضح كده ان الشياطين والصحراء بيعزوا الطاقة جداً زي إخوانهم بتوع الطاقة وحركة العصر الجديد لحظوا ان كلمة الطاقة أو energy اتكررت في الفيديو دا بشكل مش طبيعي ودائماً بتشير للجن والأرواح الشريرة جعنا بتقول ان ممكن امرأة تدخل المقابر خلال فترة الحيض وفي الحالة دي الشياطين بتسرع إلى الدم لأن عند الشياطين الدم هو أشهى طعام عرفتوا سر اهتمام عمارة بالمرأة الحائض واضح ان عمارة مذاكر دين الشيطان كويس جداً وبيخدمهم بضمير وللأسف بعض المسلمات ما زالوا مخضوعين في كلام الساحر أحمد عمارة وبيسوموا أثناء فترة الحيض تعالوا نكمل حوار جانا هنا الموزيع بيسأل السحراء وبيقول لها لو جالك زبون وقالك إن أنا عندي معارف وعاوز أعمل سحر الواحد منهم إزاي هتأثري عليه لو ما شفتيش الشخص ده قبل كده وهل بتحتاجي صورة الشخص أو اسمه أو أي حاجة علشان تعملي له سحر السحرة بترد وتقول أكيد بتحتاج صورة الشخص المطلوب عمل سحر له وأحياناً كانت بتطلب إنها تسمع صوته أو صوتها فمثلاً تتصل على التليفون وتسمع صوت الشخص وبعد ما تسمع صوته وتقول أنا أسفى الرقم غلط وتقفل السكة هنا الموزيع بيسأل السحرة هل قمت بتشكيل أو تخيل صورة شخص قبل كده وسحرتيه وهنا السحرة بتشرح إزاي بتقوم بعملية السحر وإنها بتتخيل الشخص المطلوب عمل سحر له وبتتخيل خيط رفية وبتتواصل أو بتستحضر طاقة الشخص المطلوب عمل سحر له من فضلكم فكروا معي إيه هو المقصود باستحضار أو التواصل مع طاقة الشخص اللي هي هتسحره يعني إيه بتتواصل أو بتستحضر طاقة شخص ساحرة عندها الجرأة وبتعترف إنها كانت بتعمل كده من خلال الشياطين الساحرة أشرف من اللي بيتجروا بالدين وبيفسروا أسماء الله الحسنة عشان يخدعوا ملايين الناس وطبعا التواصل ده بيتم من خلال الشياطين اللي بتساعدها على التواصل مع الشخص المطلوب عمل سحر له وأكيد ده بيكون من خلال قرين الشخص يعني طاقة الشخص هي القرين والقرين معروف إنه شيطان ومعروف أيضا إن لكل إنسان قرين عزو بالله من الشيطان الرجيم قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير يعني باختصار الشيطان اللي بيخدم الساحر بيتواصل مع قرين أو شيطان الشخص المطلوب عمل سحر له والسحراء بيسموا القرين طاقة الشخص طاقته بتبقى قدامي في علام الطاقة وجسمه بيتأثر في علام المادة وما تنساش أبدا أن بتوع الطاقة والتأمل السكوني بيعملوا تواصل أو تشانلينج مع الجن والشياطين زي ما قلنا في الحلقة دي وده باعتراف بنت أحد مؤسسي الطاقة بنفسها حقيقة الطاقة وأن الطاقة هي تسخير للجن والشياطين ولكن بيخدع الناس وبيمثل دور شيخ الإسلام وبيتحدى أي مسلم يطلع له عدد رقعات صلاة الظهر أو المغرب من البخاري ومسلم هذا يا جماعة الخير صحيح البخاري رضي الله عن الإمام البخاري نشوف صلاة الظهر يا جماعة الخير أتحدىك تطلع لي في البخاري ومسلم عدد رقعات صلاة المغرب أو الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخرين كم صاروا؟ 2 زائد 2 أربعة بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح تحسبني خلصت؟ لا ما خلصت عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا طيب الآن نرى عدد ركعات صلاة المغرب من صحيح البخاري رحمه الله تعالى قلت له أتحداك تطلع لي في البخاري ومسلم عدد ركعات صلاة المغرب؟ قال رحمه الله تعالى وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا هذا صحيح مسلم يا جماعة الخير تقسم بالله والله ولا في في البخاري ولا مسلم نص بيقولك الظهر كان بركعة ولا المغرب كان بركعة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة وصلى المغرب ثلاثة ركعات كسفتنا يا عمارة وبعدين أنت أساسا ما بتصليش هتصلي إزاي وانت ما تعرفش عدد الركعات والتشاهد في الصلاة عندك شرك بالله ومصدعنا وعامل فيها رسول من عند الله وحكين زمانك وربنا بيكلمك سمعت حسيت أن ربنا بيكلمني وبيقول لي أحمد أنا مش وسيلة عشان يستعن بي إذا لم نستعن بالله فبمن نستعن يا بتاع التأمل طبعا انت عايزنا نعمل زيك ونستعين بالشيطان بس انت مكسوف تقولها صراحة ومكسوف ليه وانت حرمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت إنها شرك بالله عشان ترضي أسيادك من الشياطين حتى وانت بتصلي بكس معي كده شفت الشرك مع احترامي للجميع انت بتصلي لله خلاص انت بتصلي لله التحيات لله والسلام عليك أيها النبي نعم انت بصلي لتنين دلوقتي تعالوا نرجع للسحرة مرة تانية ونعرف منها الحقيقة المزيعة بيربط بين السحر والطاقة وكأنو سمعنا وإحنا بنتكلم دلوقتي وبيسأل السحرة هل يمكن وصف هذه الأرواح الشريرة أنها طاقة هائلة السحرة بتقول نعم وبتشبه الأرواح الشريرة بسحابة صغيرة من الطاقة وإن الأرواح الشريرة تعتبر عبيد وفوق العبيد شياطين وعملين شكل هرمي ورئيس الهرم طبعا هو إبليس وبعد ما عرفنا أن الأرواح الشريرة أو الشياطين هي سحابة صغيرة من الطاقة تعالوا نشوف المفاجأة وهي أن السحرة قالت أنها بتسمي إبليس يعني رئيس الطاقة العالمي للأرواح الشريرة شايفين إبليس طاقة والأرواح الشريرة والشياطين طاقة وأنا أتحدى أحمد عمارة وأتباعه حد منهم يديني تفسير تاني لمعنى الطاقة غير اللي أنا قلته وأنا بحضركم وبحضر الناس أن الطاقة عند أحمد عمارة وجنوده هي التواصل مع الشياطين المضيع هنا بيسأل السحرة سؤال خطير جدا إلي ممكن الإنسان يعملوا في حياته ويجعل الشياطين تتمكن منه الساحرة بتقول أولا رغبة الشخص في الانتحار فبمجرد التفكير في الانتحار تأتي الشياطين على الفور في انتظار هذه اللحظة وبتقول أن السبب اللي بيجعل الشياطين تجري بسرعة فرحانة عشان شخص هيقتل نفسه هو خروق طاقة هائلة من الشخص لو أتل نفسه وإن الشياطين بتفرح بالطاقة دي جدا ولما نفكر مع بعض هنقول سبحان الله وكأن الشياطين بتفرح جدا باندمام نفس أو روح شريرة معاهم في جهنم وطبعا إحنا عارفين اللي فيه شياطين جن وشياطين إنس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أجعلنا لكل نبي عدوة شياطين الإنس والجن والشياطين تفرح باندمام شيطان من الإنس لهم والمملكتهم أما الحاجة التانية اللي بتجعل الشياطين تتمكن من شخص حسب كلام الساحرة هي لما الشخص يفكر يبيع نفسه للشيطان والساحرة نفسها بتسمي ده الفكرة الغبية شكلها عايزة تتوب الست دي الساحرة هنا بتقول لما الشخص بيفكر إنه يبيع نفسه للشيطان يبقى بيعرض نفسه للأرواح الشريرة يعني إنها تسيطر عليه وهنا الموزيع بيسأل تاني هل الشخص اللي بيبيع نفسه ده بيدي طاقة لهذه المخلوقات أو الأرواح الشريرة؟ بترد الساحرة وتقول طبعا الشخص اللي بيبيع نفسه للشيطان بيدي طاقة للأرواح الشريرة وده لإن الشياطين بتفرح جدا باندمام أحد شياطين الإنس لهم وبتسمي الساحرة روح شيطان الإنس طاقة انضمت لباقي الأرواح الشريرة اللي هي أيضا طاقة وكلهم تحت قيادة مين؟ زي ما قلت لكم رئيس الطاقة العالمي The Global Low Frequency Energy جي إبليس وده اعتراف خطير جدا من هذه الساحرة يكشف حقيقة الطاقة زي ما وضحنا قبل كده في الفيديوهات السابقة وأخيرا أنجل حضر من تجار الدين وبتوع الطاقة والتأمل والتواصل ونتعلم من الساحرة أن المسلم يكفيه كلام الله والصلاة والعبادات وذكر الله وأن هذا هو حصن المسلم من السحر ومن الشياطين أشدوا غيرهم كتير أما سؤال حلقة النهاردة فهو الطاقة الروحية هل هي؟ علم نافع؟ اكتشاف رهيب؟ أم استخدام للسحر وتسخير للجن؟ أرجو عمل لايك للحلقة لو عجبتكم ومن فضلكم شاركوا ودعاموا المحتوى لنحمي شبابنا من هؤلاء الدجالين والشياطين وبفكركم طبعا بالاشتراك في قناتنا الاحتياطية ورابط القناة هيكون موجود في أول تعليق أسفل الفيديو ودعم القناة مديا من خلال ميزة الانتساب جويل أو من خلال ميزة شكرا Thanks ودلوقتي تعالوا نتعلم مع بعض أهم الكلمات المتعلقة بموضوع الحلقة Aggregor Aggregor يعني إله ولكن عند اللي بيمرس السحر To a non-religious practitioner of magic An aggregor and a god would be interchangeable terms Demonic aggregor Incantation تعويضة أو تميمة A contract عقد To pawn a child Pawn a child يعني يرهم طفل Funeral جنازة Graveyard magic سحر المقابر Low frequency creatures المقصوب بيهم الجن والأرواح الشريرة Evil spirits Global low frequency energy يعني طاقة عالمية منخفضة التردد اللي هو إبليس نماز كلمة نماز كلمة نماز معناها صلاة صلاة المسلمين كمان ممكن نستخدم كلمة Prayer كلمة Prayer كمان معناها دعاء دوم قبة شكراً وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد